وصلت الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلسخارت إلى العاصمة بغداد لممارسة مهمها وذلك بحسب بياناً مقتضب لوزارة الخارجية العراقية ويذكر أن ممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش التقى قبل انتهاء مهامه بالمسؤولين العراقيين وحثهم على ضرورة الإسراع بحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية اشتركوا في القناة